لاي هذه الذكرى الثامنة وربعين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقي الحمراء واد ذهب تأتي في ظروف جديدة مخالفة للسنوات الماضية وخاصة بعد عودة الكفاح المسلح الذي جاء رد على انتهاك النظام المغربي للتكاقية وقف اطلاق النار والتي قام من خلالها بتصعيد مدفوع بالصهاينة والقوى الاستعمارية ظننا انه وصل الى وقت يمكنه حسم القضية لصالحه ولكن اليوم هو يحصد خيبة امل كبيرة هذا هو وضع جديد سيفرض مزيد من الكفاح وشعب الصحراوي اليوم وقياته تنادي باستمار التجنيد والتعبية لرفع هذا التحدي وفرض على النظام المغربي السياع الشرعية الدولية ورفع الحصار المضايقات عن الحقوقيين والناشطين في الارض المحتلة ورفع العراقيل عن تعيين المبعوثين الشخصيين ويزالة العراقيل امام مسلسل السلام اشتركوا في القناة